من أعاد أصلا قضية العودة هي المسيرة التي قام بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وقدم الضحية تلو الضحية واستشهاد المسالمين وهذا حدث ليس بعابر وليس حدث طبيعي للأسف أن دول العالم أجمع تتعامل معه بطبيعية بالرغم من قرارات وبرغم من مطالبات رئيس الأمم والتحدة ونائبه بأن تكون هناك جلسة خاصة ولجنة تحقيق إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكل الشرعية العالمية والدولية وهي تقتل بدون أثبار لأي شرعية دولية وشرعية عالمية هناك كانوا متظاهرين سلميا أرادوا فقط أن يقولوا كلمة حق أن من حقهم العودة إلى أرضهم ووطنهم أين ولدوا وأين ترعرعوا وهذه الأرض أرض أبائهم وأجدادهم وبزيارة سلمية كاملة بدون أي سلاح لا أبيض ولا أسود وجوبه بالسلاح وجوبه بالنار وجوبه بالقتل هذا إذا دل على الشيء يدل على العنصرية الفاشية المتجذرة في حكومة إسرائيل وأذرعها السلطوية وجيش الاحتلال الإسرائيلي أما بالنسبة للمظاهرة ومسيرة يوم الأرض في الذكرى 42 أنا أعتقد أن هذا كانت مسيرة أوصلة الرسالة الحقيقية بأننا باقونا على عهد الشهداء وما استشهدوا من أجله بالحفاظ على الأرض بالحفاظ على وجودنا هنا والتساقنا بأرض الآباء والإجداد وعدم اقتلاعنا من هذه الأرض نحن أيضا في يوم الأرض تم تقديم ضحايا واستشهد ست شهداء في مختلف دقاع أرض فلسطين ولذلك نقول بشكل قاطع أن نحن مستمرون على هذا العهد على صيانة هذا العهد وعلى صيانة ما استشهدوا من أجله وهو التمسك بالأرض والتمسك بالقواعد الأساسية بوجودنا هنا من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 بقيادته الوطنية وإلى جانب دولة إسرائيل يعني نحن لا نلغي الآخر ولكن هناك حق تم نصفه تحقيق نصفه في إقامة دولة إسرائيلية ولم يتم التحقيق النصف الآخر وهو إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وهذا حسب قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية يعني نحن نتجنى على أحد واستمرار هذه السياسة العنصرية الفاشية من قبل حكومة اليمين المتطرفة برئاسة بن يمين نتنياهو إنما ستأتي بالويلات أولا على الشعب الإسرائيلي وأنا أقول بشكل قاطع أن الشعب الإسرائيلي أيضا سيدفع ثمن هذه السياسة المتعجرفة وأيضا الشعب الفلسطيني للأسف هو يدفع الآن ثمن هذه السياسة من ضحايا ومن قتلى ومن شهداء يرتقون كل يوم إلى العلا وأمل أن ينتهي هذا المسلسل مسلسل الدماء ومسلسل القتل وأن تكف إسرائيل عن سياستها المتعجرفة المتسلطة واليمينية الفاشية بكل ما تعني الكلام المعنى هذا عمل فاشي نازي بأقل تعابير وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يقف إلى جانب الحق إلى جانب إقرار القرار الفلسطيني وإقرار الحق الفلسطيني في قامة دولة الفلسطينية والعيش بسلام كما شعوب العالم كلها